فمن بين المشاكل التي تعرضوا لها النساء هي انشغالها في العمل لسنوات طويلة بعمل غير مرئي عمل غير مدفوع الأجر ودون الحصول على الحماية الاجتماعية إذا كان هناك محفظة في العمل ويوجد عملية مدفوع ويستطيع أنها لا تعمل عام بها في عمر موضوع وليس بحاجة مدفوع الأجراء وليس بحاجة مدفوع الأجراء سيكون قد تسرى إلى المغربي أو يكون حتى قد تقوم بغير المهمة الأشيرة لأن أصلاً أشخاص دوري عاقة قبل الجائحة لأنهم غير مدفوعين على عدالة في سوق العمل في العجلة الإنتاجية أميزة في باريس أميزة المدفوع الأجراء الأفضل وعندما يعملون بأسفلات أوروبا. وعندما تسألهم هل تريد شيئاً أخرى؟ يقولون لا لا، لأنني أستطيع أكثر. لا يتكلمون عن 40 عاماً في مكان مثل فرانسة. لذلك يمكنك تكلمون عن المساعدة في مكان مثلنا. هناك عوامل كثيرة في الدولة العربية تؤثر على أنظمة الحماية الاجتماعية وعلى تطورها. ومن هيد العوامل طبعاً حجم القطاعات غير المنظمة النسبة ضئيلة لمشاركة النساء بسوق العمل القطاعات الصحية الضعيفة لسيما الرسمية منها وأكيد أكيد أضف إلى ذلك الأوضاع السياسية الهشة الغير مستقرة وطبعاً الحروب والتهجير. الدفاع على فكرة إيجاد برامج للحماية الاجتماعية الدفاع على هذه البرامج عندما تكون موجودة النظال من أجل تحسين هذه البرامج النظال من أجل منع أنه يقع تراجع على بعض السياسات الحماية الاجتماعية. هي جزء أساسي من العمل النقابي. وهناك حلول متعدة أقترحتها المنظمات والناس العاملين في هذا المجال من بينها أنه يكون هناك أجر لكل الناس التي لا تشتغل شغل مهيكل أو أنه يكون هناك حماية اجتماعية لكل الناس. يعني أنه دولة تحمي جميع الناس ببرامج الحماية الاجتماعية. The introduction of a non-contributory social pension in Bolivia الذي د дела a huge increase in the number of women having access to a pension, сы Lehrer chief منذ 24% of older women having access to a pension in 1995后 of the introduction of the social pension we saw 97% of the older women having access to a pension by 2016 with coverage that was even slightly higher than that of the men and many of these women would have been workers in the informal economy who may have struggled to save or contribute to pension schemes previously. اشتركوا في القناة